بدأت البرصة المصرية اليوم مطرح شهادات إيداع مجموعة السلام القابضة بعدد ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف شهادة إيداع ما يمثل عشرة بالمئة من إجمالي الشهادات المصرية المقيدة بالبرصة وخلال الجلسة تم إيقاف التداول على سهم المجموعة بعد تجاوزه نسبة خمسة بالمئة شهادات جديدة تطرح على شاشات تداول البرصة المصرية ضمن قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك فبعدد ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف شهادة طرحت مجموعة السلام القابضة الكويتية أول شهادة إيداع لها في البرصة المصرية بنسبة عشرة في المئة من كل شهادات الإيداع المقيدة بمصر بعد تداول آخر شهادة إيداع قبل ثورة يناير 2011 أول مجموعة تدرج في السوق المصرية من خلال إيداع الشهادات إيداع تلك الشهادات لإتاحة الفرصة للمساهمين بالتعامل بالعمر المحلية خاصة أنه نحن نتوقع إن شاء الله في المستقبل القريب انطلاقة قوية للبرصة المصرية والاستثمارات المصرية أطروحات عربية وأجنبية تتدفق نحو قطاعات جديدة في البرصة المصرية لاسيما بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أواخر 2016 ليصل رأس المال السوقي لمعدل ارتفاع يقدر بـ 174 مليار جنيه مصرية مسجلا أكثر من 3000 نقطة من العام ذاته ليحقق مؤشر البرصة الرئيسي معدل ارتفاع قياسي غير مسبوق ارتفاعاته المتوالية ترجع إلى الأسهم القيادية الموجودة فيه تخصى الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر ذات البنك التجاري الدولي وبيرجع لأستثمارات المؤسسات المالية الأجنبية لعمل اكتذاب شرائي للأسهم القيادية مؤشرات لمعدلات قياسية من المتوقع بحسب المعنيين أن تستكمل بها البرصة المصرية موجة الصعود خلال جلسات تداول الشهر الأول من العام الجديد بعد أن استعادت مكانتها في 2016 ها هو مؤشر البرصة الرئيسي اي جي اكس سيرتي يحقق أعلى مستوى ارتفاعا له منذ تتشين متخطيا 13 ألف نقطة وسط أطرحات عربية وأجنبية جديدة بالبرصة المصرية تؤكد أنها ستظل قبلة للمستثمرين العرب والأجانب أحمد عبدالصمد قناة الغد القاهرة